انا فاكر والله من حوالي اكتر من 15 سنة كتبت مقال كان عنوانه عبقرية المكان ده كان كتاب جمال حمدان عبقرية جورافية المكان كتبت مقال عنوانه فاين عبقرية القرار يعني هذه عبقرية المكان ربنا ادهلنا اين عبقرية القرار احنا كنا عايزين قرار عبقاري والقرار العبقاري هو انه احول هذه المسافة بمطول 130 كيلو من السويس لبرسعيد الى وكأني ارا هونج كونج امام هونج كونج في الصين اعتقد انه السواحل والمشروعات الموجودة في هونج كونج احنا قادرين ان احنا حول منطقة قناة السويس الى هونج كونج جديدة هونج كونج الشرق مش عايز اقول انه في منطقة قناة السويس الاقتصادية يجب ان يكون هناك مصانع تدارع مصانع اشباه الموصلات اللي فيه تايوان انا بقول انه وعندي دلوقتي صناعات ومصانع انا رحت في زيارة لهذه المنطقة شفت مصنع يعني انا الحقيقة شعرت بعملية دهشة غريبة كل هذه التكنولوجيا كل هذه الروبوتات اللي بتشغل المصنع فبقول المصنع قاله المصنع ده هو تاني اكبر مصنع في العالم هذا المصنع مش موجود غير في الهند انتاجه بنسبة 100% تصدير شغال فيه كام الف عامل مصري يا جماعة يعني انا بقول انه احنا عندنا مشروعات في نطاق منطقة قناة السويس الاقتصادية واجب علينا ان احنا نروح نصور ونشوف هذه المصانع وهذه المشروعات بقول تاني انه بيكتمل الشكل والمضمون بوجود مجرى ملاحي وقيمة مضافة المجرى الملاحي موجود احنا اللي حفرناه المجرى الملاحي اجدادنا المصريين اللي حفروه بفطور الدم بفطور تروح وتم الاستلاع على القناة ثم تم تحرير القناة تم تأميم القناة تم اغلاغ القناة في الحرب تم فتح القناة للملاحة تم الجيل الحالي ام بمضاعفة القناة وعمل قناة جديدة واصبحت هدية مصر للعالم بحق خلال فترة وجيزة الاجيال اللي جاي بعد 20 و30 و100 سنة هيفتكروا ان الجيل اللي موجود دلوقتي هو اللي ضاعف من امكانيات ومساحة وطول وازدواج قناة السويس التاريخية